السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبايبي عاملين ايه يا رب كنوا بخير وبصحة وعافية حبايب قلبي ايه رأيكو في الكوكزي الجامل ده عماية اليداية وحيات عناية حبايب قلبي حفيدي طلبوا مني قلتي مش مهم قمتي رحت عاملهله وبصراحة تلع تحفة حلو جدا عملتوا بالفانيليا وبالشوكولاتة مش بالشوكولاتة يعني بالكاكاو هو بيقولوا عليه بالشوكولاتة مش مشكلة ايه اللي يتفرج على الفيديو حبايب قلبي ايه اتمنى اتمنى لايكو شير كتير واللي مش مشترك اتمنى يشترك حبايب قلبي ايه رأيكو مصوا من جوه حلو جدا يلا بينا نشوف عمالنا الجمال ده ازاي حبايب قلبي نبدأ كلامنا بالصالح النبي ونسمى باسم الرحمن اول حاجة معانا كباية لربع سكر سكر بودرة انا طحناه في المطحنة بتاحت الخلاط حبايب قلبي لازم يكون سكر بودرة معايا كباية لربع زيت انا اعمله بالزيت ولا سمنة ولا زبدة انت عايزة تعمليه نص زيت ونص سمنة براحتك النص زبدة ونص سمنة براحتك انا عملته بالزيت المهم انها كباية لربع حطيت عليهم بيتين بس بعد ما دوبت السكر حلو جدا مع الزيت حبايبي والبتين يكونوا بدرجة حرارة الغرفة يعني ايه وايدة يعني مش خارجين من التلاجة وتحطيهم لأ لازم يكونوا برا من قبلها بساعتين تلاتة حطيت زرة ملحة حبايبي وهحطي بعد كده هو معلقة صغيرة ممسوحة كوربوناطو اللي بتتحطي على يه على العرق السوسة حبايب قلبي وحبت فانيليا هتحطي كيس فانيليا براحتك من عندي الفانيليا دي خام هدوب حلو جدا برضك تاني حبايب قلبي وهنزل بالدقيق الكوباية اللي معايرة بيها السكر والزيت نفس الكوباية اللي عايرت بيها دقيق مايغرقوش الكوباية اللي هي دي نفس المعيار بتحت الكوباية بتحت المج الشاي حبايب قلب عشان كده انا عارفها خلاص لازم ننخل الدقيقة حبايب قلبي نخلنا الدقيقة هقلب بقى كده واحدة واحدة لغاية ما العجينة كلها تتجنس مع بعض مع البيض ومع الزيت هي هتبقى عجينة سايلة مش هتبقى متماسكة ليه علشان احنا هنحتاج ان احنا نقسمها نصين نص هنعمله بالفانيليا ونص التاني هنعمله بالكاكاو او الشوكولاتة زي ما بيقولوا يلا مش مشكلة خلاص عجنتي فيها بشكل دوت مش هحطي ايديا فيها في الوقت ده خالص لانها زي ما انتم شايفين مش هتتلمي في ايديا ابدا هجيب بولة تانية هقسم بقى الايه العجينة بالنص اسم تلحق مع ان انا مش هعرف بصراحة بس مش مشكلة بالشكل ده حبايب قلب هقسمها النصين النص الاولاني انا هعمله بالايه بالفانيليا زي ما هو مش هزود عليه حاجة بمعنى اصح التاني هنزود عليه كاكاو عشان كده اسمنا الايه العجينة هحط معلقتين دي ايه عشان بقى خلي العجينة تنسك ايه معايا عشان اعرف اشكلها الجزء التاني هحط معلقتين كاكاو يكونوا مليانين كاكاو خام ازبان انا عملا بصراحة احلى حاجة بجيبها النوع بتاعه حلو جدا لقيت العجينة برضك مش رادية تنسك زودتي معلقة كمان دي ايه لغاية ما تعجنت معايا بالمنظر ده لا همسكة اوي ولا ايه سايبة هعرف اشكلها بكل سهولة برضك الكاكاو نفس الحكاية هتدوب الكاكاو مع العجينة لقيت يا مش عايزة تمسك معاك ممكن تزودي حب الدقيق معلقة دقيق زوديش مرة واحد عشان ما تبقاش جامدة معاك وتقود بوز خلاص يا حبايبي زبطتي كده معايا العجنتين جبت شوكولاتة شبسي بعشرة جنيه بصراحة وجايبها مخصوص عشان اعمله وبصراحة خديت الايه الكمية حلوة جدا واقولكوا عالتامن عشان ما تقولوش دي ايه غالية ومش غالية لا حاجات سهلة وبسيطة وهتتعمل وبصراحة بتطلع تحف جبت الصاج بتاعي هتتنقطي الزيت ودهنته زيت هكور كده زي ما انتو شايفين حبايب قال بكرة صغيرة ادي اللمونة احطي في الشوكولاتة بتاعتي مش هتبت عليها او مش هدوس عليها اوي عشان ما يفرش معايا في الصاج بص حاجة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة ممكن انت لو مش عارفة تعمل بالشكل ده ممكن تحطي بس بدل يعني اسهل ليكي بدل ما تحطي واحدة واحدة وتدخلها في العجينة لا انا بقلب العجينة وبعملها بالمنظر ده حبايب قلبي خلاص هعمل كل الكمية بالشكل ده وستف في الصاج بتاعنا هكون بقى ايه هنحضر الفرن على درجة حرارة متوسطة مية وتمانين في الرف الوسطاني حبايبي مش هياخد ما اقولك ربع ساعة لو الفرن بتاحتك كمان مش حامية هي ربع ساعة حبايبي وتلع معايا انا ده ولعت الشوايا عليه ما فيش دقيقتين تلاتة عفلت من تحت وشغلت الشوايا عليه من فوق مع انه خد لسعة معايا بس الحمد لله تلع بردك حلو رصتي الرصة اللي انتو شايفينها ده حبايبي اهي عايز انت اعمله كل سنية لوحدها ده الواحد وده الواحد براحتك انا حطيته في الساق زي ما انتو شايفين حبايبي قلبي وطلع معايا بالمنظر ده بس الطعم تحفى حلو جدا حبايبي قلبي رأيكم اتمنى حبايبي قلبي تعملوا الوصفة وتعجبكم وما تنسونيش باللايك والشير واللي مش مشترك اتمنى يشترك يا حبايبي قلبي والله كل حاجة سهلة وبسيطة بس احنا نقوله ونتحرك من تحت البطانية يا حبايبي بصوا الجمال عجبهم جدا لو قلتلكم انا مخدتش منه قلا واحدة هتقوله كدابة انا ما بشوفش الحاجات دي انا بشوفها كده ساعة ما بدوقة اكتر من كده ما فيش صدقونا حبايبي قلبي الحاجة بتطلع تحفى يلا بنا حبايبي يقولك وقا في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر